اشتركوا في القناة قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بصلاة على نبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على مية جوال 14 برو ماكس وساحب على مية الف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة شاهد بيقولوا أنت لعب الاتحاد السعودي يعلق على مباراته مع الاهل والخسارة حقق الاهل فازا كاميرا على التحاج جدا بسلسة اهداف مقابل هدف في المباراتة اقيمت على ملعب الجوهر المشاعر المملكة العربية السعودية في ربع نهاية كاس العالم للاندية تقدم للاهل علم علول من ضرب الجزاء وسجل احسان الشحات الهدف الثاني قبل انه ديف يمام عشور الهدف الثانس فيما سجل هدف التحاد جدا كريم بن زيما معلول يسجل من ركلتين جزاء في نسختين مختلفتين بكاس العالم للاندية وصلت تونسي علم علول الزهر الاسر للنادي الاهلي تسجيل لحظات المجد القروب القميس اللاحمر بعدما قادل فريق للفاز على التحاج جدا السعودي بسلسة اهداف مقابل هدف في ربع نهاية كاس العالم للاندية وحجز بطاقة الوصول الى نصف نهاية البطولة ونجح علم علول في التسجيل من ركلتين جزاء في نسختين مختلفتين بكاس العالم للاندية وبعد تصريح الكرة الجبس اعترف مصير جدا من الاعلام السعودي وليد الفراغ حذرت شبكة جلوب البرزيلية نادي فلومينسي البرازيلي بطل قوبا لبرتدوريس من مواجهتها المرتقبة امام الاهلي في نصف نهاية كاس العالم للاندية المقررة في السامنة مساء الاثنين المقبل بمدينة جدة السعودية واصفة بطل مصر بأنها اكبر نادي في قارة افريقيا ورات الشبكة ان نادي فلومينسي سيقابل الاهلي اكبر نادي في افريقيا في الدور قبل انهاية من بطول كاس العالم للاندية عشرين تلاتة وعشرين مضيفة عبر موقع الاليكتروني ان نادي الاهلي المصر الاكسر شعبية والاكسر نجاحا والاغنى ولدي قاعدة جمهرية تقدر بخمسة عشر مليون شخص واضحة جلوب البرازيلية ان فوز النادي الاهلي على التحق جدا السعودي بقادة النجم الفرنسي كاريم بنزيمة لم يفاجئ اي شخص يعرف تاريخ النادي المصري واشارت الشبكة التلفزيونية البرازيلية الى مشاركة النادي الاهلي في تسع مصرح من كاس العالم للاندية حتى الان شاهد تصرحات احمد حجازي بعد مباراة الاهلي والتحق جدا السعودي عبر المدافع الدولي المصري احمد حجازي قائد دفاع الاتحاد عن ساعدته بالفوز الكبير على اوكلاند سيتي بثلاثية العبور لربع نهاية كاس العالم للاندية لقورة القدم يوم الثلاثية الماضي والاحمد حجازي في التصرحات لقناة اس اس في الرياضية السعودية عقب نهاية اللقاء السابق الاتحاد حقق فوز مهم للغاية في هذه البطولة الكبيرة وسط اجواء جماهرية كبيرة واضاف المدافع المصري الدولي ان اللعبياء الاتحاد حققوا الفوز الكبير اليوم باضاء قوي معربا على الامل في مواصلة هذا الاتحاد والاداء لتحقيق المزيد من الانتصارات وعن معجهة المقبلة للاتحاد امام الاهلي في ربع نهاية منديال الاندية شدت حجازي على ان المباراة عمرها ما يكون سهلة اول تعليق من كريم بنزيمة عن النادي الاهلي بعد مباراة اليوم فاجأ الكابتن كريم بنزيمة لعبية الفريق القروي الاول لقلع الحمراء بقرار من العيار الثقيل وذلك بعد انطلق مباراتهم امام التحاجة دا سعودي على ملعب الجهارة الزقاء بالسعودية واستقر الكابتن محمود الخطيب على الحق ببعثة النادي الاهلي في السعودية من اجل تحفيز اللاعبين بالحضور من ارضية الملعب المباراة بالاضافة للتدريبات في الملعب ايضا وكان النادي الاهلي استعد على قادة الوصاق من اجل الوصول الى الايجادة الكاملة بعد ملاقات التحاجة دا سعودي في المباراة التي انطلقت اليوم الجمعة في تمام الساعة الساملة مساء ورعب النادي الاهلي بقادة الفريق الى الوضوار النهائية وذلك بعد الاداة الذي ظهر على التحاجة دا ومن خلاله فزع على افلاند سيت النيوزيلاندي بثلاثة اهداف نصيفة شاهد بالفيديو تصرحات جاريدو مدرب الاتحاد عن الاهلي المصري اكد الارجنتيني جاريدو مدرب فريق التحاجة دا ان فريقه لعب مباراة قوية وازهر روحها مميزة امام النادي الاهلي المصري في مشهور الفريق في كاس العالم للاندي عشرين تلاتة وعشرين وتأهل الاتحاد الذي يلعب بين صفوف النجم المصري احمد حجازي الى الدور الثاني في المندي العق بفوزه على اوكلاند سيتي بثلاثة نظيفة افتتح البرازيل الروميني اهداف الاتحاد في الداية تسعة وعشرين من زمن اللقاء من تزديدة قوية سكنت يمين الحادث واضاف الفرنسي نجورو فانتي سنة اهدف فريق العميد في الداية اربعة وثلاثين من تزديدة صاروخية سكنت يصار الحادث واختتم الكريم بن زيمة سلاسية العميد في الداية اربعين من زمن المباراة وقال جايردو في المؤتمر الصحفي اعتقد اننا بالفعل العيدة ومباراة ممتازة لعبنا بروح الفريق وكنا ملتزمين واعتقد ان مشاهده الجمهور بداية جايرة في هذه البطولة واضاف اللعبون يشعرون بثقة بعد هذا الفوز مع الضغط النفس اللي سيكان علينا في الفوز في المباراة الافتتاحية امان جماهرنا الآن حان الوقت بينما قال الفرنسي نجولو قانتي لعب فريل اتحاد والحيز على جهزة افضل لعب بالمباراة اعتقد ان لعبنا بطريقة ممتازة ولعبنا لكي نفوز واذا يعطينا دفع على الامام واثقة بالنفس للمباراة القادمة علينا ان نسترجع الآن ونستعد مرة اخرى وكان عمد حجازي اكد اهمية الفوز الذي حقف الفريق على نظره فريق اوكلاند سيت نيوزلندي اول تعليم من مارسي الكولر مدرب الاهلي عم مباراة الاهلي والتحاجة السعودي واجه السويسري مارسي الكولر المدير الفني للنادي الاهلي رسالة الى جمهير المرد الاحمر بعد موجهات الاتحاد السعودي في كاس العالم للاندية واجه الاهلي نظيره للاتحاد السعودي من منافسات ربع نهاية كاس العالم للاندية والتقى الفريقين اليوم الجمعة في تمام الساعة السامنة مسام بتوقيت القهرة والتساعة بتوقيت المملكة العربية السعودية واكد مرسي الكولر ان الفريق لم يكن جاهزا لمواجهة التحق جدا وعشرنا ان المشاركة في بطولة كاس العالم للانديالة المرة التانية مع الاهلي وقال مرسي الكولر في تصرحات عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي قدمنا مستهجية في النسخة الماضية من البطولة ولكن هذه المرة هدفنا اظهار اداء افضل وان تمؤن الخطوط متقربة لتسجيل الاهداف وتابع البطولة تمثل ضغط كبير على الجهاز الفن واللاعبين خاصة ان جماهير النادي الاهلي ترغب في الفوز دائما ونحن نعمل على اسعادهم ونحافظ اللاعبين للظهور بافضل شك شاب الفيديو تصرحات جاريدو مدرب الاتحاد عن الاهلي المصري اكد الارجنتيني جاريدو مدرب فريق التحق جدا ان فريقه لعب مباراة قوية وازهر روحها مميزة امام النادي الاهلي المصري في مشهور الفريق في كاس العالم للانديالة عشرين تلاتة وعشرين وتأهل الاتحاد الذي يلعب بين صفوف النجم المصر احمد حجازي الى الدور الثاني في المنديال عقب فوزه على اوكلاندو سيتي بثلاثية نظيفة اختتح البرازيلي رومينيو اهداف الاتحاد في الداية 29 من زمن اللقاء من تزديدة قوية سكنت يمين الحارس واضاف الفرنسي نجولو كانتي سنة اهداف فريق العميد في الداية 34 من تزديدة صاروخية سكنت يسار الحارس واختتم الكريم بنزيمة سلاسيك العميد في الداية 40 من زمن المباراة وقال جايردو في المؤتمر الصحفي اعتقد اننا بالفعل لعبنا مباراة ممتازة لعبنا بروح الفريق وكنا ملتزمين واعتقد ان مشاهده الجمهور بداية جاهدة في هذه البطولة ودلوقتي اجي وصلنا لمعات سؤال الحلقة تفتكروا الناد الاهلي ممكن يوصل لانها كسر العالم للاندية واجهة منشاستر سيتي اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي اول مرة تشوفنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايم وتفعالوا الجرس علشان نوصل لكم كل جديد بنقدمه اول باول وقبل ما لقينا الفيديو كالعادة ما تنسوش طبعا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة